ينضم إلينا من قاهرة مرسلنا محمد خالد محمد يعني ما أبرز ما جاء في رد الفعل المصري كذلك أهم التصريحات لأبرز الشخصيات خصوصا من الأزهر الشريف نعم تحياتي لك أريش ولكل السادة المشاهدين وزارة الخارجية المصرية أعربت عن كامل إدانتها لهذا الفعل المسيء لجميع مشاعر المسلمين حول العالم وأكدت فيه بيان لها عبر فيسبوك أكدت فيه أنها ترفض مثل هذه الانتهاكات المستمرة وضد المصحف الشريف والتي من شأنها أن تؤجج مشاعر المسلمين حول العالم وأكدت أن من مسئولية الدول احترام كافة مشاعر المسلمين وعدم قبولها دعوات التطرف ومثل هذه الدعوات للديانات الأخرى وأنها عليها مسئولية كاملة لوقف مثل هذه الأفعال المتطرفة الأزهر الشريف طالب جميع الدول الإسلامية والعربية كافة بمقاطعة فورية لجميع منتجات أسويد لنظير إحراق المصحف الشريف والتي تمس مشاعر المسلمين خاصة مع حلول عيد الأطحى المبارك وأكد فيه بيان له أن الأزهر الشريف يطالب جميع حكام هذه الدول الإسلامية والعربية باتخاذ مواقف جدة وحاسمة ضد هذه الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال ضد هذه الانتهاكات المستمرة من قبل المتطرفين والتي تؤجج مشاعر المسلمين حول العالم طلب أيضا أن بضرورة وقف مثل هذه المؤسسات التي دائما ما تروج لفكرة التسامح والحريات وأيضا الدعوة إلى التضامن مع كافة الديانات ولكن هذا لم يظهر على الإطلاق وأكدت أيضا في بيانها أنها تطالب جميع أعضاء مشايخ وفتاوي مراكز الفتوى في جميع الدول الإسلامية إلى إصدار فتوى تمنع كافة التعامل مع هذه الدولة ونصرة للمصحف الشريف ومقدساتها البرلمان العربي أيضا أكد في بيان له أنهم يطالبون كافة الدول الإسلامية باتخاذ مواقف جادة تجاه دولة السويد وأيضا منع الصفر إليها على الإطلاق خلال الفترات القادمة وأيضا مقاطعة كافة المنتجات الخاصة بها جامعة الدول العربية أيضا أصدرت بيان أكد فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت على إدانته بأشد العبارات لمثل هذه الانتهاكات المستمرة لمشاعر المسلمين حول العالم وأكدت على مسؤولية هذه دولة السويد لمنع التطرف ومنع زيادة فكرة الإسلاموفوبيا تجاه مشاعر المسلمين وطلبتهم بمنع دعوات التطرف شكرا لك محمد خالد مرسلنا من القاهرة على هذه المعلومات